تشكل موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للطاقة دافعا جديدا للبناء على ما تحقق من إنجازات في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة والوصول للحياد الصفري في عام 2060 هذه الاستراتيجية الوطنية ستسهم في خفض نسبة كبيرة من الانبعاثات في مملكة البحرين بالإضافة إلى تغطية تدخلات استخدام الطاقة ومصادرها بين مختلف القطاعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة تمثل حجر أساس التحول لمرحلة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية في مملكة البحرين وجاءت موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة الوطنية بمثابة دافع مهم ونقطة انطلاقة جديدة للبناء على ما تحقق من إنجازات في هذا المجال سعيا إلى الوصول للحياد الصفري في عام 2060 ومواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة وتعتبر الخطة الاستراتيجية الوطنية للطاقة أحد أهم الخطط الهدفة إلى تنمية القطاعات الواعدة التي تأتي ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادي هذه الخطة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى التحول في الأعوام المقبلة لمصادر نظيفة للطاقة من خلال الأحلال التدريجي لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية كما ستسهم في تحقيق هدف آخر من الأهداف المعلنة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة ممثلة بالمجلس الأعلى للبيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل مملكة البحرين يدا بيد مع جميع القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية العالية وتقديم أفضل الحلول والبرامج لخفض تلك الانبعاثات عبر إجراء تعديلات تقنية في تصميم العمليات الانتاجية في المصانع وعمليات إدارة تلك القطاعات ومن ضمن الأدوات المهمة التي تعتمد عليها المملكة في خفض الانبعاثات والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة هو تفعيل الدور الرقابي على مختلف القطاعات وجرد الانبعاثات الكربونية بشكل دوري بالإضافة إلى رفع كفاءة الطاقة لإطالة العمر الزمني للموارد الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر